بعد أن نجخت في جذب الانتباه إليها هذه الأيام والتسليط الضوء على اختراعها لروبوت آلي بإمكانيات بسيطة وفي مدة زمنية قياسية لم تتجاوز الأربعة أشهر ها هي الطالبة الجزائرية في اختصاص الواب والذكاء الاستناعي فوزية عجيلية التي على الرغم من صغر سنها تطمح لتكون أول امرأة عربية مسلمة بالعالم في مجال الروبوتات الروبوت جاردينيا الذي يستطيع الاستماع والتحدث والماشي وكذلك تشغيل الموسيقى والرقص عليها فضلا عن قدرته على التعرف على الأشياء وتتبعها له القدرة أيضا على التعرف على الأصوات وفرزها حتى أنه يستطيع تتبع وتقف تحركات الإنسان دون أي مهوقات الطريق لم يكن سهلا أمام فوزية لكن أرادت أن تثبت لكل الجزائريين أنه لا يوجد شيء اسمه مهوقات وصعوبات تقف أمام تحقيق أحلامهم فهوسوا فوزية بالذكاء الصناعي وشغفها بعالم صناعة الروبوتات لن يتوقف عند الروبوت جاردينيا فهي عازمة على الاستمرار في هذا المجال وتخطط في الأيام القادمة لابتكار جهاز روبوت خاص بكبار السن يخفف عليهم مغاناة الشعور بالوحدة والعجز ويقوم بتسليتهم ترجمة نانسي قنقر